مرحبا بكل سيدة المشاهدين الكرام هناخد سؤال من أسئلة الصفحة الرسمية بتاعتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا بنستقبل عليها الأسئلة الخاصة بحضراتكم ومعانا سؤال توفيت أمي وكانت مقصرة جدا في أداء الصلاة المفروضة وهل ينفع أو يجوز أن أنا أصلي مع كل صلاة صلاة أخرى بنية يعني أنه بيقضي الصلاة عن أمي والسؤال ده متكرر على فكرة كثيرا بصيغ مختلفة لكن نذكر بأنه الصلاة وعماد الدين وركنه الأعظم هي أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي سر بين العبد وربه الصلاة هي من العبادات البدنية اللي أنت بتقوم بيها بنفسك ولأنها عبادة من العبادات البدنية لا تقبل النيابة فلا يجوز يعني أني يعني ما ينفعش أنه حد ينوب عن شخص آخر في أداء هذه العبادة حتى لو كان ميتا مقصرا في صلاة لكن أنا عايزة وهب له ثواب الأعمال الصالحة اللي أنا بعملها ما فيش مشكلة يعني بدل من قضاء الصلاة ده يجوز للمسلم أنه يهدي ثواب الأعمال الصالحة اللي بيقوم بيها إلى المتوفة زي مثلا في النوافل اللي بيقوم بيها في الصلاة الصداقات الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة الإطعام ووهب الثواب قراءة القرآن ووهب الثواب كل ده من قبيل العمل الصالح المستحب أن الإنسان يعمله وقد يكون بلا شك لي أثر كبير جدا وعظيم على الميت بإذن الله تعالى طيب اللي عليه الفتوى أن النيابة في أداء الصلاة عن الحي أو الميت لا تجوز تاني يعني ما ينفعش يكون واحد حي تعبان مثلا ورقيد الفراش وبيقولك أم يا فلان ونبي صلي عني الصبح ولا أم صلي عني الدهرة أنا تعبان مش قادر أصلي أو هو رقيد فعلا في الفراش احتى بتصلي حتى لو بتحرك عنك بتصلي وانت رائد على فراشك نسأل الله العافية للجميع الصلاة لا تسقط عن الإنسان وبالتالي لابد من القيام بها على الطاقة التي يستطيعها الإنسان حتى وإن كان راقدا على فراشك ما ينفعش يجي يقول لواحد أم صلي بدالي فرد الصبح ولا فرد الظهر ولا صلي بقى أنت بدالي أنا رقيد الفراش تعبان ما أقدرش إني أصلي وكذلك لا تجوز هذه النيابة إن أنا بأنيب إنسان يوم يصلي عنه ما ينفعش ولا عن الحي ولا عن المي لعمومي قول المولى سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا الصلاة ركن الصلاة عبادة شخصية مؤقتة بوقت لا ينوب فيها عن المكلف أحد بيقوم بها على الهيئة التي يستطع سليموا صحيح فبيؤدي الصلاة بأركانها وشروطها كما هي واردة لا تعبان حصلوا مرض حصلوا شيء ما بخليوش يقف حصلوا شيء ما خليه رائد على السرير ما بيتحركش كل ذلك لا يمنعهم من إنه يصلي بل يصلي على هيئتي على الهيئة التي يستطيعه طيب حنيجي بقى لمسألة هبة ثواب الصلاة بمعنى إنه يصلي الإنسان لنفسه ما يشاء من النوافل فأنا تطوعت بنوافل كتير صليت ركعتين صليت أربع ركعات كما تشاء وبعد كده يدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لغيره من الأموات فصلى مثلاً وبعدين يقول اللهم هب مثل ثواب الأربع ركعات دول روح أمي اللهم هب مثل ثواب الركعتين اللي صليتهم دول روح أبي لا مانع هذا جائس إن شاء الله وده بيعد من باب الدعاء للمتوف وهذا جائز بالإجماعي ما فيش فيه إشكالية بين الفقهاء والعلماء وينبغي عموماً إن إحنا نكثر من الدعاء للميت لأنه أحوج ما يكون إلى دعائنا المتوفى وأحوج ما يكون المتوفى إلى دعاء من يدعو له وإلى استغفار من يستغفر له وفضل الله تعالى واسع ربنا يغفر ويرحم ويتجاوز ويعفو ويتقبل ما تقوم به عن والدتك والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر